اشتركوا في القناة منوع وفيه حماس ونشاط رح نعمل ديكور خفيف وحلو وهيك يعني ان شاء الله رح تحبوا فيديو اليوم كتبوا لي تعليقاتكم الحلوة حطوا لي لايكات كتيرة وتابعوني للنهاية وطبعا اهلا وسهلا فيكن جميعا والله بعرف اني انا عب اتأخر عليكم وكتير منكم عب يكتب لي بالتعليقات انه هذا الشي طبعا ممنح للقناة بس بصراحة اتأخرت عليكم لعدة اسباب السبب الاول هو الشي اللي عب يصير باللبنان مع اهلنا باللبنان والضرب والظروف الصعبة والاخبار اللي عم نشوفها بصراحة ما كان فيه لي قلب اني انزل الفيديو مع انه يعني مشتري الاغراض وحتى ببالي فكرة الفيديو ونوي اني اعمل هاي الزاوية والكياس بالارض بقيه اكتر من يومين وحتى خلاص ببالي فكرة الفيديو في لقطات مصورتها بس سبحان الله يعني الواحد يعني حتى لو كان والله يا صبايا للامانة هو الشغل يعني هو ماله اي نوع من انواع الفرح هو عبارة عن شغل باب رزق بكل صراحة بس يعني قلت معلش خلي الواحد يتأخر شوي بلكن ان شاء الله بهذا الوضع شوي طبعا وجعنا واحد وكل اياتنا عدينا سبحان الله بهذه الظروف الصعبة وهذا الشي انا اكتر شي بكرهه عن جد من اول الحرب عنا بسوريا ومن اول ما بلشنا بالضرب والنزوح بكره فكرة انه صار فيه ضرب بهذه المنطقة وقوموا روحوا طلعوا وروحوا عن جد يعني شعور عدم الاستقرار وهي هيك الخوف والشي اللي عشناه مستحيل الواحد انه يقدر ينساه ويلي عاشه وبيشوف انه في حدا غيره عبيعيشه وبيحس بالوجع اكتر يعني وجع مطبيعي طبعا انا دائما يعني بحكي لكم انه انا كمان في بيت حماي بالبنان يعني حماتي وابنه الكبير وعائلته وهيك فوالله ده قال له زوجي قال له انه طلعوا يعني شو عب تستنوا ليش لهلا قاعدين المشكلة انه صعب انه يطلعوا يعني في عندهم انه مثلا امل اغراض مشترينهم مثل انه مشروع شغل فاتحينه فالواحد مو بيوم وليلة فيه يقدر انه يمسح كل شي يبيع كل شي ويسافر ع غير مكان من عدا الخوف من عدا شعور يعني هيك مو بعرف شو بدي احكي منقول انه ان شاء الله يا رب تكون هيك يعني غيمة وتعدي بسرعة والله يرحم كل حدا مات ويصبر قلوب الناس اللي فقدوا حدا من عائلتهم الله يكون معهم الله يبرد على قلوبهم والله يهون عليهم يعني هو الواحد قدمحك مستحيل يقدر يوصف الشعور لانه عن جد عشنا كتير ايام يا صبايا يكون مثلا اعدي ببيتي ما في شي زوجي بيشغله اولادي صغار يعني اعدي ما في شي عب بطبخ ما الاقي الا صاروا تضرب عنا بالحارة يدقوا لي اهلي تركي كل شي من ايدك وانزلي ما اعرف حالي شو بدي ااخد غراض لأولادي شو بدي ااخد لهم انه هيك طبعا كانوا كتير صغار اولادي تلاقوا شلتها الولاد ورحت لا تناموا اليوم ببيتكم انا بيتي كان طوابق عالي انه تعرفوا يعني الطوابق العالية دائما في عليها خطر اكتر انزلوا لا تحت فهذا شعور عدم الاستقرار هذا الخوف هذا الالم يلي عشتناه شقد ما الواحد بعد مستحيل انه ينسي اليوم كنت قاعدة على الانستجرام عبتطلع لي هالمقاطع وهالناس يلي نازحين وهالناس يلي بالمشافي قلبي من جوه انحرق قلبي من جوه تقطع عيوني هلا كاي حاشستنع بيحرقوني قد ما بكيت بس ما بيطلع بالايد شي ما بنقدر نعمر شي هذا ابتلاء من عند رب العالمين ان شاء الله نكون نحنا من الصابرين وان شاء الله يكون عوضنا الجنة عوضنا يكون راحة دائمة ونعيم دائم وسعادة كاملة يا رب وحبيبات قلبي اي صبية عبتتابعني من لبنان او اي صبية سورية مقيمة من لبنان طمنوني عنكن ان شاء الله هيك لكون بخير ان شاء الله هيك الله يحميكن ويكون معكن والله يصبرنا كلنا على هالدنيا الفانية وعلى هالابتلاءات نحنا هلا قصرنا يا جماعة باخر الزمان فاخر الزمان بتكتر فيه الابتلاءات فخلينا نصبر خلي كل حدا فينا عب يعمل شي خطأ يتراجع عنه يكون قلبنا على بعض يعني عب تشوف مثلا بالتعليقات بيدخلوا ناس بكتبوا كلام غريب ليش ليش لا تشمتوا بحدا لا ترقصوا على جراح حدا تاني خلينا كل ياتنا نكون قلب واحد نكون روح وحدة والله هالدنيا فانية وما في شي مستاهل حتى نحكي كلمة غلط بحق اي شخص كان الواحد له من نفسه وزا بدنا نبدأ بالاصلاح او باي عمل خير فخلي كل حدا فينا يبدأه من نفسه لحتى رب العالمين يرضى علينا لحتى رب العالمين يخفف عننا الابتلاءات لحتى رب العالمين يشيلنا من اي ازمة ومن اي بلاء ومن اي حرب ومن اي شي عم نعيشه لازم نحن نكون صح لازم نكون عم نعمل وعم نحكي وعم ننشر كل شي صح كل شي امرنا فيه ديننا كل شي امرتنا فيه حتى اخلقنا وتربايتنا فعن جد يا جماعة الواحد لازم يخفف لحتى رب العالمين يرضى علينا شلون بدنا رب العالمين يرضى علينا ونحنا عم نعمل شي غلط ما رح يرضى علينا رح نضرع عايشين بهي الابتلاءات لا عد في راحة ولا عد في بركة ولا عد في سعادة من زمان كتير على ايام جدي ونانتي ما كان كل هالشي كانوا الناس غير عن جد فدائما هنك بقعد بقول لحال يا ريت انا خلقت بهذاك الزمان عن جد زمان كان فيه راحة مع انه عد عليهم حروب وعدت عليهم ابتلاءات بس مو بالكسرة يلي نحنا هلا عم نعيشها هلا قصوا شي كتير البلاء كتير الحرب بكل مكان الغلاء بكل مكان فعندت شي مو طبيعي فلازم نكتر من الدعاء نكتر من قراءة القرآن نغير من طباعنا ومن شغلات بشعة نحنا عشتناها او عم نعيشها او حتى عم نفكر فيها لحتى رب العالمين يرضى علينا والله يرضى علينا والله يحميكم جميعا يا رب فيا حبيبات قلبي كان في عندي شوية ترتيبات بالمطبخ وبهذا اليوم كمان كنت مشترية شوية منظفات كانت ناقصتني قلت لحال يلا برتبع معاكن يعني قبل ما ابلش بهذا الفيديو قلتلكم الاسبوع الماضي كنت هيك شوي مرضانة وعندي ضيوف وهيك فيعني محتارك كنت انه شو بدي اصور بصراحة فالحمد لله يعني طلع معي هذا الفيديو ان شاء الله تحبوا هلا هاي المرة غيرت بدوى الغسيل انا بالعادة بجيب نورة وقلتلكم انا حدا بيمل بسرعة فقلت خليني هاي المرة انه اغير فجبت كان بصراحة كتير حبيته حسيته هيك ريحته انه غير مفعوله يعني ما بعرف لانه انا غسرت فيه ابيض وانا بشكل عامل ابيض بحط فيه كزا يعني نوع دوى غسيل بحط انه دوى غسيل ومبيض وهيكي وبحط يمان معطر فقلت لازم اجرب اني اغسل فيه واجبة يكون هيك لحاله من شان اشوف شو هو يعني مفعوله فانا هلا بدي منكن تكتبولي بالتعليقات شو اسم دوى الغسيل يلي انتو بتستخدموه مفعوله كتير قوي وفيه حبيباتي كتير وريحته كتير هيك حلوه مميزه بتعطيكم شعور هيكي شعور الطبيعة عرفتو كيفيك مو انه يكون ريحه عادية لانه بتعرفو هلا الايام الجاية ايام تعزيل فالواحد بيحب هيكي شم ريحه مميزه بيبيته فكتبولي بالتعليقات انتو عطوني اسماء ادويد غسيل انا لسه ما بعرفه هلا انا من زمان لما كنت بيبيتي بحلب طبعا كان في عندي غسالة اوتوماتيك فما كنت اجيب الا دوى غسيل بشرة الاقتصادي كنت كتير احبه بس وبعدين صرت اجيب اومه بس هلا هون عنا يعني ما شفت منهم هدول اتنين فكتبولي انتو بالتعليقات شو بتستخدموا منصحوني طبعا هون كنت جايبه معطر للاراضي نورا جبت كذا ريحه انا بحبك اليوم وانا بنظف البيت اني احط نوع معطر بحيس انه بهذا اليوم تكون فيحة ريحة بيتي بهذا المعطر تاني يوم بغير ريحة حتى ما امل بيم انه انا حدا بيتوتي ما بطلع اعمل بيتي كتير فبحب اني اعمل واعيش اجوائي ضمن مساحتي الخاصة ضمن مساحتي الصغيرة والبسيطة وضمن بيتي الله يحميه والله يديمه علينا نعمة الامان والاستقرار هاي نعمة صدقوني لا تقدر بسمن نعم رب العالمين علينا كتير يا صبايا وكل شي نحن عم نعيشه حتى لما عم نرمش رمشة العين في هاي نعمة في حدا غيرنا فقده فالحمد لله الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى كل شي انت عم بتعيشيه كل تفصيل وكل شغل هيك بسيطة فنجان القهوة يلي بتفيقي الصبح بتشربيه هاد نعمة الفطور البسيط يلي بتقومي بتعمليه هاد نعمة انك انت فقتي وقدرتي انك ترفعي راسك عن المخده هاي نعمة حمدي رب العالمين وشكري عليها في حدا عنده اجهزة ونايم بالمشفى ومع بيقدر يرفع راسه عن المخده فالحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اليوم بدي التعليقات كلها تكون الحمد لله خلونا نحمد رب العالمين على نعمه خلونا نعيش هيك نستشعر بهاي النعم ونحمد 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 رب العالمين الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى طبعا إلي أربعة يام عبقسل والساعة في عندي يومين بصراحة عندي غسيلة كتير غسلت كل شي بالبيت لأنه قلت لكم الفترة الماضية كان دائما عواصف وبوابش بيبيك البيت كلها مفتوحة وهلأ صار برد بدي أطالع لحرامات فقبل ما أطالع لحرامات غسلت كل شي عندي بالبيت من وجهة سفنجات ومخدات وشراشف ومناشف وبراد وكل شي بالبيت ولبس لولاد ما تركت شي إلا وغسلته وما بقدر إني أغسل لفترة طويلة يعني أكتر من ثلاث ساعات ما فيني أشغل الغسالة لأنه يعني مشان البطارية جباري يعني بدي أغسل لوقت أصير من شان تحسن يعني البطارية ترجع تشحن وتعبي من شان المسا ما النام على العتمة فبهذا اليوم غسلت مناشف وطعم الصلاة وغسلت الجاهل السفنجات والمخدات والشراشف وقل التاني يوم بغسل الغامق كله بعدين بغسل الكاشف كله بعدين بغسل البراد وهيك يعني بحيث أنه أنا ما أتعب وكمان أنه أخلص شغل بيتي كله كل شي اسمه غسيل بهذا الأسبوع ترجمة نانسي قنقر وقلت لحالي خليني قصي الزراعات كله لأنه نحن يعني هلا بما أنه صار الجو شوي برودة وشمس وغيم فأنه يعني ما فيها الشوب القوي فصايرين أنه عم نسقي كل يوميا ثلاثة هيك شي فقلت لبما أنه رغسلت خلص الوجبة خليني كمان أطلع أشطف الجنانة كله وأقسل الزراعات كله هيك من الغبرة وأصقي الحوط كله من قبل كنت أنا شو أعمل بالصيف أنه أبني يطلع لبرة يشطف لي الجنانة وأنا جوة بكون عبا أشتغل فهلا بهذا اليوم يعني بلشت بشغل البيت مش يعالتي بالثمانة أول استراح على قريب كانت الساعة ثلاثة تخيلوا فرد سحبي لأنه تركم علي الشغل كتير وكمان قلت خليني أخلص يعني أنا أحيانا بقول خلاص لا تظهر حاج حاسب أحيانا بقول لا معلش خليني أخلص يعني شغلي علي علي خليني أخلص منه يعني هلأ تقريبا بقي شهرين للشتة يصير خلص يعني الجو بارد لخرج نشاطات ولا كب مي ولا شي فالله يقوينا ويكون معنا وتاني يوم عن هذا الشغل يعني عند العصريات جت لعندي عمامة لأنه أخدناها على دكتور فالدكتور شو قال قال أنه هي نازلة مي بيضة على عينها ولازم نعمل لها عملية ونسحب هاي المي البيضة قلنا تمام رجعنا أخدناها عن الدكتور تاني طبعا دكتور معروف الدكتور التاني حكى نفس الكلام أنه نازلة مي بيضة على عينها حتى ما تتأزل عيني التانية ولحتى ما أنه تبطل تشوف أبدا لازم نسحب هاي المي طبعا عمامة خافت وترددت بقيت أكتر من شهرين هيك يعني أنه خايفة أنه تروح وتعمل العملية وهيك بعدين قررنا أنه بدنا نعمل العملية مين أحسن دكتور بيعمل العملية؟ رحنا عن الدكتور التالت طلب طبعا تحاليل وفتحنا الوريد وراحت عمامة على المشفى إجا الدكتور بده يعمل للعملية طبعا دكتور كتير معروف وما أي حدا نصحنا فيه يلي نصحونا فيه هنين دكاترة يعني رحنا لعنده قال بعد ما شافها يعني العمامة شو بيقول هاي ما بده عملية وهي يلي بعينه مي مي بيضة تخيلوا طب الدكتورين العيون يلي قبلك يلي قالوا أنه هاي مي بيضة وهالحكي هدا شو وضعهم يعني المهم قال هاي مي مي بيضة وما بتنعمل لها عملية هاي مرتفع عندها الضغط وجيتها جلطة على العين عملت ارتخاء يعني شبه كامل بالحاجب وما بينعمل لها أي شي يعني ما في حل قال بس أنه منقول إن شاء الله أنه ما تتأزم أكتر وما فينا نعمل لها أي شي تخيلوا يا صبايا بعد ما عزبوه وروحي وتاعي وتحاليل وما بعرف شو قال ما بده شي وما فينا نعمل لها شي أساسا أبدا فبهذا اليوم عمي مي مي كتير تعبت كتير يعني مرة كبيرة وما فيها تطلع كتير من البيت وتجي ومشفى وطلع يحللي ونزلي وتمشي لفترة طويلة فأجت لعندي كانت كتير تعباني فأخذت والله هيك الدواء وتشطحت ارتاحت شوي نامت عندي بقية ثلاثاني يوم وبعدين يجي أخوي أخدها الله يحميها ويشفيها والله يصبرنا يا صبايا على هالدكاترة كل دكتور بيحكي شكل وكل دكتور بيقول لي شكل يعني عندها شي مطبيعي من فترة تقريبا أسبوعين رحت عن الدكتورة طبعا ما رح أحكي اسمها دكتورة كتير معروفة هون عنا وروحت لعندها حجز الدور تخيلوا صبايا بدخل لعند الدكتورة لك ما بتسألني إشبك أنتي ليش جاية لعندي بتخلي يلي بتكتب الأسماء برا هي يلي تعمل معاينة الإيكو تخيلوا صبايا والدكتورة قاعدة ورا الطاولة طيب أنا من زمان وقت كنت بحلب أروح عند الدكتورة تدخل تقعدني أول شي حكي لي شرحي لي شو عبي صير معيك لما أكون حامل حكي لي كل شي عبي صير معيك تسألني لحد ما أنا أمل أمل عن جد يعني خلاص إنه حاجة يعني شو بدك تعرفي أكتر من هيك ما بصير معي هيك ما بصير معي هيك ما بعرف شو الله وكلكم دخل رحت عن الدكتورتين والدكتورتين معروفة الدكتورات جراحات ما لي داخلي عند أي شي وقل لهم اسمهم هون والدور عندهم أطلقتول بدخل لعندهم الله وكلكم إيش عبي صير معي ما بتسألني لأ والدكتورة التانية شو بتقل لي اللي رحت لعنده قبل هاي قال بس لو سمحتي بسرعة لأنه أنا متأخرة في عندي موعد بلا عن جد يعني هل حضرتك في عندك موعد وأنا قلي قاعدة برا نص ساعة باستناكي ومن الساعة 8 صبح جزودي وقف ساعة قدام الباب عبيستنى لحتى تسجلي اسم لابنما أجت هاي اللي بتسجل الأسماء وسجلت لي اسم قالت له روح جيب الساعة إي داعش أخدني الساعة إي داعش عادتني أكتر من نص ساعة برا باستنيها لسا ما دخلت لعنده عبقال له السلام عليكم قال يلا يلا بسرعة بسرعة متأخرة في عندي موعد لكن يعني ليش عطيتيني موعد إذا أنت في عندك موعد تاني عندها موعد بالمشفى دكاترت آخر زمن عن جد دكاترت آخر زمن قلت له لعمامي إذا أنا بفهم بالطب هن بفهم بالطب فززول يا عصبي عن جد يا صبايا دكتورة فهماني بنت حلال بتعطي للمريض حقه هون بمدينة الباب يعني دكتورة تكون إنه جراحة دكتورة تكون هيك يعني إنه داخلية عامة ياريتك تبولي اسمها بالتعليقات وهون يا حبيبات قلبي بعد ما خلصت هيك وروقت وخلصت من حفلة الغسيل وفطرنا كماني طبعا الفيديو هو عبارة عن لقطات من ثلاثة أيام أنا دائما بقالكم لأنه أنا ما بحب أني أصور فيديو كامل بنفس اليوم من أول ما فتحت القناة كنت أصور إنه أفيق من الصبح للمساء شو أعمل أصور بس أنا هلأ صغيرة عبتعب يعني ما فيني أوقف 12 ساعة و13 ساعة مساعة ولا 8 الصبح للساعة 10-11 مساء أنا عب أصور فيديو فصغيرة شو بأعمل كل يوم مثلا 3-4 ساعات 5 ساعات بصور وتاني يوم شو بيكون ناقص الفيديو بكمله هاي للأمانة لأنه أنا ما بحب الكذب وما بحب والله أجي أقولكي أنا اليوم إنساني خارقة فقت وعملت 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 وما بعرف شو لا والله يا حبيبات قلبي أنا هدا الفيديو عبارة عم لقطات فبهذا اليوم إجيت بدي أعمل هاي الزاوية قلت لحالي بما أنه هلا أبرد الجو وأنا صايرة لما أطلع بطبخ برا هوا وبرد وصعب كتير الطبخ فعملت هاي الزاوية من شان أطبخ فيها وصيت هاي الخشبة وكتبت عليها اسم قناتي وعملت هيك شغلات بسيطة طبعا هذا الديكور قابل للتغيير والتعديل بأي لحظة في فكرة تانية في شي تاني بدي أجيبه ان شاء الله بس قلت لحالي هلا هيك خلاص ماشي الحال وحطت كمان هاي الليزارية هون من شانو أصير أطبخ بهاي الزاوية كتبولي شو رأيكون فيها خلصت وقلت بدي فنجان قهوة على الرواء هون كان ولادي الله يحميهم ويحمي لكم كل ولادكم وكل حبايا بقلبكم إلهي ربي بقيان لهم شي ساعتين حتى يرجعوا من المدرسة لأنه ولادي بروحوا على المدرسة الساعة 8 بيرجعوا ساعة تنتين الله يحميهم يا رب هلو هننا بينصرفوا بالوحدة والنص بس في عندون طريق يعني أكتر من نص ساعة هيك شي يعني تنتين وربعة تنتين ونص بيكونوا بالبيت فعندي وقت كتير طوير لأنه أنا أصور وأشتغل بالبيت دائما بكون هيك لحالي فهدا الوقت بصراحة بحب أني أستغله بشي يكون مفيد لروحي لنفسيتي لبيتي ولشغلي كمان خلصت وطلعت لبرة شربت فنجان قهوة كان الجو كتير حلو وما في هوا بس يكون ما في هوا بيكون الجو راية لا في غبرة ولا في برد لما بيصير هوا عب تجي النسمة بيردة نسمة خريفية ما عد في نسمة صيفية لأنه فعب يكون برد وفنجان القهوة هيك بعد ما شربت وكنت هون غاسلة وأنا عب بحوسوا بشتغل فقراض يتعبوا مي قلت ما بدي أغيرهم هلا لبعد ما أخلص الطبخة بعدين بغيرهم إي حسيت حالي إنه بردت قلت ما بدي أغير إنه الواحد يشرب هيك شي سخن فشربت القهوة ما دفيت رجعت دخلت عملت أندومي وطلعت أعادت شوية عالشمس الحمد للرب العالمين هون دفيت فشو عملت دخلت صليت الظهر وبعدين ساويت الطبخة طبخت بهذا اليوم بامية وجنبها برغل بشعيرية والحمد لله على كل حال والله يديم علينا وعليكن النعم يا رب والله يرزقنا ويرزقكن رزق طيب يكفينا ويغنينا طبعا بالنسبة لطبخة البامية فكية كتير سهلة ما بدي أيا شي يعني قليت اللحمة حطيت لها ملح وبهار وبعدين أنا هون كنت منطفة البامية وغاسلتها كتير منيح بحطها وبعدين بحط لها يا عصير بنادورا يا أمه دبس بنادورا يعني أي شي متوفر عندك منحط لها شوية هيك معلقة دبس رمان يعني أي شي انتوا بتكون يا هذا الشي طبعا بيرجع كله حسب الرغبة وبس هيك والله يا حبيبات قلبي وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم إن شاء الله يكون حبيتوا الفيديو واستمتعتوا معي كتبولي شو رأيكم بكلامي بالتعليقات وكتبولي كمان شو رأيكم بالقاطات فيديو اليوم إن شاء الله يكون حبيتوا طبعا تعليقاتكم كتير مهمة أهم شي كترولي تعليقات بحب أني أشوف كلامكم أشوف رأيكم وأعرف شو رأيكم بالمحتوى وانتظروني بكل جديد بأمان الله ترجمة نانسي قنقر